هو في المشهد ولا مش في المشهد؟ هو فين؟ في المشهد طبعاً في المشهد؟ صللوية أمين في المشهد أمين هنشوف هو في المشهد من أمثلة كتابية لكن أمثلة عملية كمان ليا وليك النهاردة إيه اللي بيحصل في حياتنا؟ هو مش بس إله العهد القديم وإله العهد الجديد ده إله النهاردة نعم هو الإله اللي مسيطر على أعمال الرسل هو اللي كل يوم بيكتب بقصة الأسيس وبقصة نجات وبقصتي وبقصاصكم وباختباراتكم صفحة جديدة في سفر أعمال الرسل مع بعض بنصنع تاريخ الإلهنا هو فيني يا أسيس؟ هو في المشهد ولا مش في المشهد أبويا في المشهد أملويا بسدج النهاردة أن الكلمات دي كلمات خاصة يا أختي فات بإعلان خاص من الروح القدس لناس كتيرة بتسمعنا النهاردة هنطلع بعد الوقت دوات وإحنا عارفين ومتأكدين أن أبويا في المشهد وإحنا بنصلي كانت الكلمات دي كلمات نبوية من الله لينا كنت بمر بظروف صعبة جدا في وقت كورونا وصلت لمرحلة الانتهاء انتهاء لكن وجفت وقلت له أنا لسه على حياتي في موعيد لسه على حياتي في خدمات لسه في صفريات لسه في أفريقيا لسه في امتلاك لأراضي كتيرا وجاتني العبارة دية لا تخف لأن الرب في المشهد ومن يومها مسكتها وقلت أبويا في المشهد فكل أمر في حياتي أبويا في المشهد وليه هو في المشهد رب عاطينا النهاردة سلسية هنتكلم فيها مع بعض الحاجة الأولانية ليه هو في المشهد لأن أبويا صاحب السلطان فهو في المشهد خلينا بقى ناخد أمثلة عملية يعني إيه صاحب السلطان يعني الجو حوالينا ممكن يكون عواصف ممكن يكون أمراض إزاي ليه سلطان على المرض إزاي ليه سلطان على الوبا إزاي ليه سلطان على الريح على الطبيعة أبويا ليه سلطان على كل شيء فهو ليه سلطان على الشمس والقمر النجوم الكواكب الأنهار البحار المحيطات هو ليه سلطان على كل شيء أبويا ليه سلطان ليه سلطان على الكائنات الحية ليه سلطان أبويا ليه سلطان على الأسود ينزل دانيال في الديوب يقولهم ولا واحد منكم يفتح بوب خلاص خدوا الأوامر أبويا ليه سلطان على الطيور غراب يجي بخبز ولحم صباحا لإليا وخبز ولحم مساء أبويا ليه سلطان لأنه في المشهد على حتى أسماك البحور يعملها هو يعرف يعملها تعبوا ليه كله وأول ما وصل الصفحة جالهم يا غلمان لعل عندكم إداما جالهم مش لاجين جالهم طب خلاص ارموا الشبكة على ناحية السفينة الأيمن وسيدك أمر كل الأسماك أنها تدخل الشبكة هو ليه سلطان على كل شيء